بدأ التعليم ومعه الاختبارات يتغير بشكل كبير تحت تأثير الذكاء الاصطناعي وتحت تأثير بعض التغيرات المهمة الكبيرة عبر العالم تابعوا معنا السلام عليكم سنة دراسية جديدة ومعها تطورات مهمة أردت عرضها ومراجعتها معكم أولا خلال السنوات القليلة الماضية حدثان كبيران لم يكن مرتبطين مباشرة مع التعليم ولكن الثرار تأثيرا كبيرا على التعليم وجعل التعليم والامتحانات تتغير بشكل كبير واحد الجائحة ومع الجائحة اضطررنا أن ننتقل إلى التعليم عن طريق الإنترنت عن طريق الكاميرا عن طريق التدريب وحتى الامتحان والاختبار الإلكتروني وهذا بدأ ينتشر الآن وسيتحول إلى ربما قاعدة مع تغيرات أخرى سأذكرها في مجال التعليم والتعلق والاختبار والامتحان الشيء الثاني هو السنة الماضية انفجر أمامنا شات جي بي تي وكنت عرضت تأثيرات شات جي بي تي في التعليم إلى حد ما وعرضت بعض التطورات في الذكاء الاصطناعي التي مست التعليم ولازم نعاني منها ولم نجد لها حلا كاملا والتأثير الثالث الذي حدث أو التغير الثالث الذي حدث وأثر على مجال التعليم هو هذه التغيرات الاقتصادية العالمية مع ظهور مهن واختفاء مهن وكنت أيضا ناقشت هذا إلى حد ما ولكن الآن يجب أن ننظر كيف يجب أن يتعامل التعليم مع هذه التطورات يمكن تلخيص التغيرات الكبيرة ومستقبل التعليم والامتحانات في ثلاثة أمور مهمة جدا أولا التعليم والامتحان بدأ يتحول إلى عملية فردية شخصية كل طالب يدرس بطريقة مختلفة عن الآخر وربما حتى الامتحانات تكون مختلفة الواحد عن الثالث الشيء الثالث هو الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يغير كما قلت كل هذه العمليات التعليمية والاختبارية والمسألة الثالثة هي الأهداف أو ما نريد للطالب والتلميذ أن يتعلمه وصرنا الآن نؤكد أكثر على المغارات المغارات الأوسع من التحليل من الكتابة الإلقاء التلخيص النظر المشاهدة التصميم إلى آخر عوض ما يجب أن يتعلمه من مادة من معلومات من كمية علم كنا نعتقد أننا يجب أن نعلم الطلبة معارف علوم معلومات إلى آخره الآن صارنا نهتم أكثر بما يجب للتلميذ أن يكتسب من مهارات لماذا نريده أن يكتسب مهارات؟ لأن وظائف الغد مهن الغد ستكون مختلفة تماماً عما هو موجود الآن في سنة 2020 ذكر تقرير من الممتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum أنه خلال الخمس سنوات الموالية يعني على حلول عام 2025 ستختفي 85 مليون وظيفة يعني أعمال أشخاص كانوا يعملون بعض الأشياء لن يكونوا مطلوبين وسيفتدون وظائفهما كذا وفي المقابل خلال نفس الخمس سنوات هذه ظهر أحد التقارير أو ذكر أحد التقارير أن 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر في العالم في الاقتصاد ما هي هذه الوظائف الجديدة؟ لا ندري لا نعلم أشياء جديدة تحدثوا وكنت ذكرت قبل عام حوالي عام في إحدى الحلقات ما هي الوظائف الرائجة وما هي الوظائف التي بدأت تندحر وبدأت تختفي بسبب هذه التغيرات منها خاصة هذه التطورات من الذكاء الاصطناعي من العولمة من التواصل من زيادة سرعة الحواسب إلى خير إلى خير وجدنا الآن أن الطريقة التعليم يجب أن تتغير بشكل كامل منها مثلا شركة جوجل مع شركة بلاك بورد التي تعنى بالمنصات الإلكترونية المساندة والتي نضع عليها المواد التعليمية نتواصل ونتفاعل عبرها مع الطلبة إلى آخره أحدثت قبل عدة سنوات منصة سمتها جوجل كلاسرول جوجل كلاسرول هذه هي منصة تسمح للمعلم أن يضع بادة مو شخصة لنقول لكل طالب بشكل مختلف ويعطيه ملاحظات وردود لما قام به من تعلم من واجبات من اختبارات وبالتالي يكون التعلم كأنه تعلم فردي ليس هناك تعلم جماعي طبعا تبقى هناك دروس عروض الأستاذ والمعلم والمعلمة يقدمون بعض المعلومات يقدمون بعض التقنيات بعض التوصيات التوجيهات لطلبة وتلميذ بشكل عام ولكن يجب لكل تلميذ أن يمشي على وطيرته يمشي بطريقته أن يختار هو نفسه الأمثلة التي تنفع معه والتطبيقات أو المجالات التي سيهتم بها سيختار هذا الموضوع سيختار هذا الموضوع يعني مثلا هكذا باختصار أو يعني عابرا أحد الأمثلة يمكن أن أعطيها مما أدرس أنا عندما أدرس مواد علم الفلك أو فيزياء الفلك علوم الفضاء إلى آخره في آخر السنة أو آخر الفصل أطلب من التلميذ والطلبة في الجامعة أن يكتبوا مقالة أو بحثا في أحد المواضيع أولا كل طالب يختار موضوعا مختلف عن الآخر أعرض عليهم مجموعة كبيرة من المواضيع وكل واحد منهم يختار الموضوع الذي يعجبه ويكتب فيه مقالة بالمواصفات التي أحددها أنا بل أقول لهم أنه حتى مع عشرات المواضيع التي أعرضها عليهم أقول لهم من لديه فكرة في دماغه أو مجال معين موضوع معين يريد البحث فيه فليقدمه لي يتأكد فقط أن هذا الموضوع مناسب أتأكد معه ويبحثه وبهذه الطريقة يكون التعليم فعلا فردي لكل تلميذ يختاره وطريقه الأهداف العامة تبقى هي نفسها لكل الفصل لكل الطلبة ولكن طريقة الوصول إلىها ستكون مختلفة بالنسبة للذكاء الإصطناعي نفس الشيء بدأ يوفر لنا أدوات مهمة جدا سنناقشها في الحلقة القادمة يعني تأثيرات إيجابية كبيرة جدا وتأثيرات بعد التأثيرات لا أقول صلبية ولكن أقول فيها شيء من التحدي للمعلمين والمدرسين كيف نتعامل مع هذه التطورات المهمة جدا سنترك مجال الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته في التعليم إلى الحلقة الموالية أما في مسألة الاختبارات وكيف تغيرت بشكل مختصر أيضا الاختبارات صارت الآن تميل إلى اتجاهين واحد التشخيص أو الشخصة أن كل طالب نقدم له امتحان يكون إلى حد ما مختلف عن الآخر وهذا بمساعدة الذكاء الإصطناعي وفي نفس الوقت يكون الاختبار إجماليا وإن كانت الأسئلة مختلفة من طالب إلى آخر ولكن إجماليا تمثل نفس الاختبار وتعطيني نفس النتائج وتكون متكافئة مع بعضها البعض هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني أننا بدأنا نبتعد إلى حد كبير عن الاختبارات التي تحدث في آخر السنة يعني بدأ الميل الآن في المجال التعليمي في العالم أننا نختبر الطالبة بشكل مستمر أكثر وبطرق متعددة يعني مثلا في فرنسا اختبار نهاية الثلوية العامة ما يسمى شهادة البكالوريا البكالوريا هذه أو الثلوية العامة كما يسمى في العالم العربي عادة الآن صارت نتيجة أو درجة الطالب تعتمد إلى على 60% فقط من هذا الامتحان النهائي الذي يحدث على مدى ثلاثة أربعة أيام بل في فرنسا من زمان هناك جزءان جزء في السنة ما قبل النهائية بضعة مواد والجزء الأكبر في السنة النهائية كل هذا يحسبه فقط 60% من الدرجة النهائية وأربعين بالمئة ما هو ما يعتبرون التقييم على مدار العام يعني التقييم المستمر هكذا وبالتالي يعني لا نأتي للطالب ونصدمه هكذا فقط في الأيام الأخيرة ويكون هناك ضغط نفسي ورهيب واجتماعي وعندنا مئات الآلاف من الطلبة سيدخلون امتحان ثلوية العامة ومن لم ينجح يعني راح فيها المسكين إلى خير إلى خير من جانب آخر بعض كثير من المدارس عبر العالم صارت تعتمد التقييم تقييم الكفاءة وليس تقييم المعلومات أو المعارف يعني مثلا مدينة نوي يورك فيها 75 مدرسة الآن انتقلت إلى هذا النوع من التقييم تقييم الكفاءة ما معنى تقييم الكفاءة تقييم الكفاءة معنى أن أتي أنا إلى الطالب وأطلب منه أن يقدم لي منتوجات منه تبين لي أنه فعلا اكتسب المهارات التي أريد يعني مثلا إذا أريد أن أتأكد أنه قادر على فهمي تهليل مادة مجال مسألة علمية معينة يمكن أعطيه أنا مسألة حل مسألة الفلانية هذه قم بهذه التجربة في المختبر وأنظر أنا قام بها بشكل سليم أعطيه درجة حل المسألة بشكل سليم إلى آخره أو لا أو أني أطلب منه أنت في مثلا رحلة ميدانية قم بمشاهدات معينة آتي ببيانات حل هذه البيانات عندك في البيت طلع لي تقرير أرسم لي رسوم بيانية أعمل تصميم معين على الحاسوب أعمل كذا إذا جئت مثلا إلى مسألة بهندسية أو مسألة إلكترونية عوض أن يقول له حل هذه المسألة قل له لماذا لا تصمم لي دارة كهربائية مثلا تقوم بفعلي كذا فصممها أنت أو ربما أعمل أنت محاكاة على الحاسوب عندك الآن مهارات أن تكتب برنامج حاسوبي استخدم البرنامج الحاسوبي وعمل لي محاكاة معينة وكل هذه التقارير وكل هذه الأعمال التي تبين مهارات وكفاءات يجمعها طالب ويضعها في ملف إلكتروني لماذا يضعها في ملف إلكتروني؟ لأن هذا الملف الإلكتروني سيبقى معه مع السنوات بل سيستطيع أن يقدمه عندما يقدم طلب الالتحاق إلى جامعة معينة ويقول هذا ما قمت به خلال السنة ثلاثة الماضية انظروا إلى كتاباتي كتبت أنا تقارير كتبت مقالات قمت بتجربة رسلت رسوم بيانية كتبت هذا البرنامج الحاسوبي عملت هذا التصميم عملت هذه المحاكاة إلى آخره ويتم تقييم أداء وكفاءة هذا الطالب بهذه الطريقة ويتم أيضا يسمح ذلك بالتبادل والتواصل والتعاون مع مدارس أخرى مع طالب آخرين عبر العالم إلى آخرين فهذا التقييم بدأ الآن ينتشر لأننا نريد كما قلت أن نصل إلى مهارات هذه المهارات التي سيكتسبها الطالب ويحملها مدى حياته وليست فقط بعض المعلومات التي يعرفها يوم الامتحان أو لا يعرفها ثم ينساها مباشرة الأسبوع الموالي ما يجب أن نؤكد عليه هو أن وظائف ومهن الغد لم تحدد ولم تظهر بعد وبالتالي يجب أن نحضر الطلبة والخريجين بطرق تسمح لهم أن يواصلوا أعمالهم وحياتهم المهنية بشكل سليم في المستقبل يقول لك الآن أن في أمريكا متوسط عدد الوظائف التي سينتقل إليها الفرد خلال حياته البالغة هي ستة ست مرات يغير من وظيفة إلى وظيفة في المستقبل ربما يغير أكثر منها كذا ويتغير ربما مجاله تماما مهنته ستتغير كاملة وبالتالي يجب أن نحضر الطلبة بهذه الطريقة بمساعدة الأدوات المتوفرة الآن من الذكاء الاصطناعي وغيرها في الحلقة القادمة سأذكر كل التطبيقات الجديدة في الذكاء الاصطناعي منها تشات جي بي تي وغيرها التطبيقات الإيجابية جدا كثير منها وبعضها يعني مزعج أو يتشكل تحدي للمدرسين والطلبة ولمسؤولي التربية عبر العالم تابعوا معنا شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة